هذه الفقرة برعاية نور المال صباح الخير مشاهدينا عمركم سألت حالكم عن الابتكار اللي نحن وصلنا له أو التكنولوجيا اللي بين إيدانا وآثرها كيف ممكن للابتكار أنه يوقف التضخم؟ واضح أنه كل الحكي الاقتصادي هاي الأيام عم بدور حول التضخم ويبدو أنه كل سؤال يؤدي إلى آخر هل هذا مؤقت؟ هل سيزداد الأمر سوء؟ إذا كان الأمر هيك فمتى؟ ولمتى؟ وأي وحدة من هاي العوامل بما في ذلك للطلب الكثير والمرتفع خاصة بعد كوفيد-19 أو نقص سلاسل الإمداد والحوافز المالية والنقدية وسياسات الطاقة أو حتى جميع التغييرات الكثيرة في طريقة عيشنا وعملنا أو حتى لعبنا بعد يجب أن يكون الجائحة كوفيد-19 أكثر أهمية لما نحاول رسم صورة للأشياء اللي عم بتصير حولينا في جميع النقاشات في نقطة واحدة ما عم بتتم مناقشتها بالقدر الكافي وهو دور التكنولوجيا باعتبارها أهم متغير فيما يمكن أن يحدث للتضخم خلال السنين العديدة اللي جاي لكل عام التضخم بداية من نقص العمالة إلى اختناقات النقل وتكاليف الوقود أو حتى الضغوط طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان في تغيير تكنولوجيا لوحة في الأفق ويمكن يغير حسابات متعلقة بالتسعير بطرق صعب أن الواحد يتنبأ فيها فكرة انتقال الطاقة النظيفة مثلا أو الطلب على السيارات الكهربائية رح يؤدي بالفعل إلى ارتفاع أسعار السلع مثل النحاس، الليثيوم، النكل والكوبالت السيارات ومحطات الطاقة الخضراء أكثر استخداما للمعادل من التكنولوجيات اللي بتحل محلها لكن بالتأكيد الأمر المهم هو الجدول الزمني الأوسع نطاقا في حين أنه الانتقال السريع إلى عالم أنظف رح ينتج عنه بعض الضغوط التضخمية إلا أنه رح يخفض وبشكل كتير كبير من تكلفة مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ على المدى الطويل بالإضافة لهذا كله، الابتكار التكنولوجي بحد ذاته رح يخفض تكاليف في نهاية المطاف تظهر بيانات مورغانستان لأن أسعار السلع توجهت إلى الانخفاض لمدة 200 سنة بغض النظر عن الارتفاعات القصيرة الأجل ذلك لأنه في كل مرة أحد مصادر الطاقة بيصير غالي السعر وبتم اختراع مصدر طاقة جديد لحتى يحل محله ممكن نتجه مثلا إلى شتاء بارد ومكلف لكن بالنظر إلى انخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية ومزارع الرياح وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة فيها في سبب وجه للأمل في أنه بمرور الوقت ممكن أنه تكون الوجهة النهائية مكان أفضل مكان رح يكون أرخص بكتير وبحط حد لبعض أوجه التماثل للركود التضخمي اللي صار بالسبعينيات بس شو بالنسبة للجوانب التضخمية لحالات تأخير سلاسل الإمداد يعتقد بعض خبراء اللوجستيات أنه المنافذ الاحتياطية رح تستمر لأعوام وأعوام مع هيك إحنا بنشوف بالفعل أكبر وأغنى الشركات مثل أمازون وولمارت وكوستكو مثلا هي عم تتكيف مع المشكلة بالابتكارات الخاصة فيها كل هاي الابتكارات رح تشمل مزيد من التكامل الرأسي مثلا مثل امتلاك بعض حاويات الشحن الخاصة فيها بدل من استئجارها لسه ماح بمزيد من التحكم وكمان استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتتبع عمليات التسليم بشكل أفضل تحضل مركبات ذاتية القيادة سواء الشاحنات أو السفن بدفع جديد من الاهتمام ورح يتم اختبار أول سفينة حاويات ذاتية القيادة في النرويج بحلول نهاية السنة إذا خلت هاي الانظمة حركة السفن سلسة فعليا رح تبلش بعض حالات التأخير المتعلقة بسلاسل الإمداد وضغوط الأسعار في التراجع مع انتشار انترنت الأشياء في كل مكان كتير من الشركات رح تستخدم تكنولوجيات جديدة لتحسين الكفاءة كافي ود الرئيس التنفيذية لشركة آراك انفستمنت مانجمنت أشارت في مقابلة أجريت معها مؤخرا إلى أنه مثل هاي الابتكارات واللي بتشمل التنقل ذات القيادة والسلسلة الكتل لبلوكتشين والتحرير الجيني والريبوتات قادرة على التكيف وأيضا الشبكات العصبية ومن المرجح أن تؤدي إلى فترة انكماش أطول أجل من التضخم بالنظر إلى عمق تأثيرها واتساعه في جميع مجالات الأعمال من المؤكد كمان إنها رح تعطي الأسواق العمل بطرق ما منقدر نتصورها يعني لسه يمكن للتكنولوجيا مثلا أنه تلعب دور مهم في موازنة الضغوط التضخمية الناجمة عن شيخوخة جيل طفرة الموليد واللي رح يحتاجوا إلى مزيد من الرعاية تماما في الوقت اللي بتتقلص فيه القوة العاملة عن طريق زيادة إنتاجية العاملين الحاليين في الرعاية الصحية وأيضا في النظام الصحي من المرجح أنه تكون الصين اللي ضخت 1.5 مليار دولار في استخدام البيانات الضخمة في مجال الرعاية الصحية على مدار العقد الماضي وكتير من المليارات في الذكاء الاصطناعي بؤرة الابتكار واللي بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص والرعاية الصحية سياسات استخدام البيانات الضخمة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتمويل رح تختلف طبعا من بلد إلى آخر بيتصارع المنظمون مع الآثار الاجتماعية على هاي التكنولوجيات الحديثة هذه الاختلافات في السياسات الوطنية يمكن أنها تكون تضخمية بحد ذاتها إذا أسهمت في الخلافات عبر الحدود في الأعمال التجارية العالمية ولما بيتعلق الموضوع بحركة الأشخاص والسلع وأيضا الرأس المال في عالم متعدد الأقطاب حيكون هناك أكيد كثير من حالات التأخير والنقص والتفاوت في العرض والطلب على المدى القصير مع هيك حقيقة أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر انقساما إلى حد ما خلال السنتين الماضيات بتمثل كمان فرصة للابتكار المدفوع بالتكنولوجيا اللي يمكن أنه يؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار فكرة المزارع العمودية واللي عم تزرع وتنتج محاصيل متناهية الصغر من المكان اللي بياكلوا فيه الناس ومنصات أيضا الرعاية الصحية عن بعد والتعليم الافتراضي اللي قلص من تكاليف السفر والتصنيع ثلاثي الأبعاد إلى اختراق سلاسل التوريد المعقدة وأيضا البعيدة هاي ما هي إلا شوي من التكنولوجيا الجديدة المزدهرة في الوقت الحالي يمكن القول أنه التغيير إلى ما يمكن أنه يجلبه مثل هذا الابتكار هو الاتجاه الرئيسي والوحيد لخفض معدل التضخم في الوقت الحالي لكنه قد يثبت أنه هو فعليا الأقوى هذه الفقرة برعاية نور المال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر